اشتركوا في القناة والعقاد لم يوقر أحدا ولم يترك أحدا إلا وتحرش فيه ووجه له جملة من الطعانات المبطنة والعلنية ولو أردت أن تقف على موجز الخصومة ارجع إلى كتاب السفود من طبعة دار البشائر من تقديم حسن سويدان أو الكتاب المهم والذي يعتبر فهرسا للمعارك الأدبية التي حصلت في مصر لأنور الجندي وهو المعارك الأدبية في مصر منذ سنة 1914 إلى سنة 1939 الخلاصة أنه عندما ألف الرافعي كتابه عن الإعجاز ونال حضوة الجميع بما فيهم سعد زغلول أراد العقاد أن يسبح عكس التيار بدافع الغيرة ويسفها الكتاب وقد فعل ذلك في كتابه ساعات بين الكتب ولم يرد الرافعي أن يجعل الإعجاز القرآني ساحة الحرب كما ذكر في رسائله لمحمود أبورية ولكن أراد أن يقلب الطاولة على صاحبها وهو أسلوب ذكي ففتح ديوان العقاد وجلس يضع بعض الأبيات ويبين عوار أبياته لذا كتاب على السفود مهم جدا للشعراء أو لمن يتذوقون الشعر لأن الشعر وتقييمه هو مادة الكتاب كله تقريبا والخلاصة التي أراد الرافعي أن يصل إليها أن بعدما أظهر شطاحات لا يقع فيها مبتدئ في اللغة العربية في ديوان العقاد أراد أن يقول له من كان هذا حاله فهو لا لم يصل إلى مرحلة تؤهله إلى أن يحكم على الإعجاز القرآني فذاك مستوى بعيد المنال عن أمتالك والسفود هو ما يسمى في اللهجة العامية صيخ الشواء فالرافعي أراد أن يضع العقاد على الصيخ حتى يشويه لذلك تراه يقول في مقدمة الكتاب هذه الأبيات وللسفود نار لو تلقت بحاجمها حديدا ظن شحما ويشوي الصخر يتركه رمادا فكيف وقد رميتك فيه لحما وكتاب على السفود مثل الكأس نصف الممتلئ وأما النصف الفارغ منه فهو الشتائم والعبارات اللاذعة التي استخدمها الرافعي في الاستدراك على العقاد وأبياته وأما النصف الممتلئ فهو استدراكات تدل على مقام عال جدا في اللغة العربية وساعة الطلاع وأصعب الصرقات التي يتم كشفها هي الصرقات الشعرية ومع ذلك كان الرافعي يضع البيت ويذكر من أين هي مسروقة فتشعر لوهلة أن هذا الشخص اطلع على أغلب دواوين الشعر للشعراء الجهابذة والشق الثاني في بيان ركاكتها في المعنى وهذا الحقل بالذات تفنن الرافعي فيه بالتهكيم والاستهزاء والسخرية اللاذعة لذا هذا الشق سوف تضحك كثيرا فيه وأنا أقول لو كان الرافعي وأنثاله موجودين اليوم وأعملوا أقلامهم أو قل سيوفهم في أنصاف الأدباء والشعراء لكان صنيعهم مثل صنيع عنترة عندما يضرب بقوة أحد الخصوم فيجعله عبرة لمن يعتبر ويخاف البقية فيحجمون وذلك أن الغثاء الموجود في زماننا أضعاف أضعاف الغثاء التي تفوه به العقاد وأن تفاقم هذا الغثاء سببه الرئيس هي ثقافة المجاملة والتأويل الخاطئ لمفهوم التشجيع فالمؤلف المبتدئ إن كان صديقي وألف رواية لنقول أنها زبالة في الطرح والفكرة والنص واللغة ترى البعض يستصعب أن ينتقد هذه الرواية لصديقه حتى لو كان هذا النقد بألطف العبارات وإنما يستبدلها بعبارات التشجيع فيظن المؤلف أن هذا التشجيع يعني أنه أحسن صنعا وأنه ما عليه إلا أن يستمر على هذا الأسلوب الخمام ويتوغل فيه فتكثر هذه القادورات عاما بعد عام كما أن القراءة للرافعي تحسن الضائقة الأذبية للشخص وهذا أمر معروف بالتجربة فمن قرأوا كتابه وحي القلم أصبح حالهم غير الحال الذي كانوا عليه قبل أن يقرؤوه ولكن خما قلت في كلامي في كتابي السابق أن كتب النقد الأدبي تحتاج إلى معرفة مبدئية في علوم اللغة وقواعد الشعر خصوصا أن الرافعي أكثر الكلام في النحو في تقييمه للأبيات وبيان اللحم الذي فيها